يعودة بقى لي وليد سليمان وكننا بنكلم معاك وانا ونهودة عن مدى استثنائية هذا اللعب لو هنتكلم على إنجازاته فالحقيقة إنجازات وليد سليمان حدث ولا حرك ده عايزانها حلقتين لوحدهم يعني من أول موسم يعني شارك فيه مع النادي الأهلي كسب الدوري وفي 2012 كسب دوري أبطال إفريقيا وكان دوره مؤثر جدا في مباريات هذه البطولة السنة اللي بعدها كسب برضو دوري أبطال إفريقيا ولعب كسر عالم للأندية في المرتين بالمناسبة 2012 و2013 بعدها كسب البطولة الكونفدرالية وكان صاحب أسست الهدف الغالي جدا اللي سجله عماد متحب في مرمى سويس فور لو تفتكروا في دياء حاجة وتسعين تلاتة وتسعين أربعة وتسعين في النهائي الشهير اللي طبعا أخيم فيه استاذ القاهرة كمان في نفس السنة كسب بطولة الدوري ومن موسم 2015-2016 وحتى 2020 كسب وليد سليمان بطولة الدوري مع النادي الأهلي وبطولة الكاس سنة 2017 وسنة 2020 ورجع كسب دولي أبطال إفريقيا سنة 2020 في المباراة الشهيرة أمام الزمالك وبعدها كسب البطولة للمرة التانية على التوالي في 2021 ومعاهم كسب السوبر الإفريقي أربع مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين وبطولة كأس السوبر المصري خمس مرات يعني الحقيقة إنجازات عظيمة جدا بطولات ملهاش أول من آخر يعني الحقيقة في جعبة ألحاوي وليد سليمان من خلال أكتر من 170 مباراة وما يقرب من 45 هدف مع كبير أندية مصر وإفريقيا طبعا لازم نقول لوليد سليمان شكرا جزيلا على كل حاجة أنت عملتها شكرا جزيلا على كل إسهاماتك مع النادي الأهلي الحقيقة كانت حقبة عظيمة جدا جدا استمتعنا فيها معاك بأهداف رائعة وبطولات رائعة نتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله بإذن الله وخلي بالك برضو اللعيبة الكبيرة اللي كن عملت فرق كبير أو عملت كتير مع النادي الأهلي بيبقى ليها برضو بعد كده استكمال أو بتستكمل هذه المسيرة سواء بقى من يعني تحليلات أو تدريب أو غيره فلسة يعني أعتقد وليد سليمان من الأسماء اللي كانت في الأهلي اللي هي لسه مسيرة العطاء عندها هتستمر مش بس قصة أنه كلاعب خلصت يبقى كده المسيرة انتهت بالعكس النادي الأهلي دايما بيحب أنه هو يستفيد بولاده وده واضح يعني حضراتك في أقسام مختلفة يعني